أول حاجة أبو جود خلينا نحي إدارة الفريق التعاون لأن فيه نقطة مهمة جدا أبو جود بعد نمي مشي شاموسكا بعد عمل ما عمل في فريق وعمل طريقة لعب معينة للفريق ده اختيار أروى بارينة ده كان مهم جدا لأنك انت مهددش الأساس اللي كان موجود للفريق في الأطلع على الاستحواذ بقى لها سنة سنتين وبتشتغل شغل كويس وواصل ربع الدوري وعندها شغل فني محترم ومعروف وابتفر الأسلوب على كل الفرق فانت النهاردة كنت غيرت جبت مديل فني تاني مختلف بنسحت الكورة بيدافع كنت انت بوزت كل الشكل العام بتاع فريق التعاون فدي نقطة مهمة جدا لازم نشيك بيها إدارة التعاون لو بطيب بصت على المباراة لا فيه فرق شاسع في الكواليتي اللعيبة وفي الفريق وفي التنظيم يعني مع احترامي طبعا لفريق التخلدية لا فريق التعاون من أول دي أخرج أسلوبه لكن اللي دايقني وزعاني يا وجود انت بعد تبوني التاني استسلت المطش ودي مش الفرق انت مفيش فرق اذا تعاون تعمل الكلام ده دوس جيب التاني توديب الرابع وتبدأ تغير لعبتك وتبدأ تريح لعبتك لأن انت في نقطة مهمة جدا تسأل التعاون هل مرشح للفوز بالبطولة دي ولا لا أقدر أقولك لازم يكون فيه أهداف للفريق في الموسم لأن في ظل وجود 13-14 لعيب تقدر تستخدمه 13-14 لعيب هيبقى الروتيشن هيبقى صعب فانت لازم بين الدوري وبين البطولة دي فانت كنت لازم تخلط المباراة في أسرع وقت ممكن مع فرق الشاسع في الأداء وفي الشكل وفي كل شيء 13-14-0 تريح لعبتك تشوط تاني تبدأ تنزل اللعيبة بتلعبش تعمل الروتيشن عشان مباراة الدوري لكن طبعا الأداء بارو لابيو مهديوي لعيبة فرق كبير جدا انفصال فجر فرق كبير جدا بين الكواليتي بتاع اللعيبة دي استحق التعاون للمكسب وأعتقد لو الفرق بالشكل ده التعاون عنده فرصة كبيرة جدا إنه هو يعرف ياخد البطولة دي طيب إن شاء الله يعني احنا كلنا أمل أنه التعاون يروح مراحل متقدمة في هذه البطولة لأنه فعلا كرة التعاون من الكور الملفتة الحلوة في دولينا في 6-7 سنوات الأخيرة